الرئيس النهاردة اجتمع ايضا اجتمع اخر مع السادة مصطفى مدبولي وعاصم الجزار وزير الاسكان والتعمير ووزير النقل ايضا ورئيس شركة بومبرديه علشان مشروع يربط العاصمة الادارية الجديدة بمدينة 6 اكتوبر اللي هو مشروع المونوريل القصة انه مصر تخطو خطوات غير تقليدية احنا بنبني العاصمة الجديدة وشفناها في مؤتمر شباب خلال ايام القليلة الماضية وعندي مدينة 6 اكتوبر كانت مخاطط لها ان تكون عاصمة يعني مدينة كانت محافظة ثم انتقلت في مرحلة القوضة وغيره الى اخيره الى اخيره لكن بتبقى مدينة 6 اكتوبر وبيبقى هذا المكان غرب القاهرة بالمتحف الجديد اللي هيفتح ان شاء الله في 2020 بالاهرام بمطار سفينكس الجديد منطقة وكأنها عاصمة مصر السياحي ستتحول هذه المنطقة منطقة اكتوبر ومنطقة المتحف الكبير والاهرامات وبولهول والفنادق التاريخية الموجودة من هاوس وغيره مع مطار سفينكس الجديد مع هذه المنطقة سوف تتحول الى عاصمة مصر السياحي ده مخطط بشكل عام زي عاصمة مصر التاريخي القاهرة ان شاء الله لما تتفضى من المصالح العكومية وتنتقل الى العاصمة الادارية الجديدة سوف تتحول العاصمة الادارية الجديدة الى العاصمة السياسية وتتحول القاهرة التاريخية الى العاصمة التاريخية الثقافية وتتحول مدينة اكتوبر وما حولها من المتحف الكبير والأهرامات إلى العاصمة السياحية تخطيط طويل الأجل لا ينظر القائمون على الأمر تحت أيديهم أو تحت أقدامهم وإنما نظرة بعيدة المدى تؤدي في النهاية إلى إعادة تقسيم وإعادة تخطيط وإعادة توجيه هذه الميزات النسبية الموجودة في جغرافية مصر وفي الشخصية المصرية بشكل عام إذن الاجتماع الثاني هو كيف يمكن ربط العاصمة الأدرية الجديدة بمدينة 6 أكتوبر من خلال هذا الاجتماع الذي عقده السيد الرئيس عبد الفتاح دول الاجتماعين أنشطة رئاسية باختصار للناس اللي بتتابع وهتشوفوا هذا الكلام في نشرات الأخبار وفي باقي التغطيطات الإخبارية إلا أنه النظرة العامة الاجتماع كان هدفه إيه؟ طيب ما خرج منه الاجتماع طيب هو الاجتماع ده بيمثل يعني تسير أمور الدولة الحالية يوم بيوم لا الاجتماعات الرئاسية مع المسؤولين اجتماعات بتناقش أمور جزرية بتتحدث عن أمور بتغير من شكل الخريطة سواء الخريطة الجغرافية أو الخريطة الليجستية أو خريطة الصناعة المصرية